ومجلس الإدارة ضعيف شوف هو ده مكمن الخطورة أن تأخذ هذا الأمر حتى لو حقيقي إيه إزاي تحاوله له وسيل الضغط وتهكم منطقات لإقدارتك هو النادي الأعلي مش متضمن ثمن فرق طب هو النادي الأعلي هو اللي حيتصدى للدفاع عن تراجع الاتحاد الإفريقي لو هذا حقيقي حتى عن جوائزه ما فيه ثمن فرق ثانية كلهم متأكد كلهم دخلين ينفسوا على اللقاء فكرة كمان أنك بتفوز بالألقاء قبل ما تلعب دي بتصدر نوع فظيء من الضغط دي اللي حصل في السوبر طب أنا عادت أقولي إيه أنا هجيلها دي أنت بتلعب بتبدو لغاية جهدك بتأخذ بالأسباب وبعدين بتنزل توفق أو لا توفق فيه عناصر كتيرا للتوفيق من دمناها التوفيق نفسه توفيق المنافس توفيق الحكم اليوم ده لعبتك في أحسن حالتها ولا لا أنت وحتى دي لا ينبغي أن نحن على طول نحط في رئتنا تحت ضغط نتمنى وثقافتنا أن نحن ما بنخشش بطولة غير ما بنكسبها لكن هذا ليس بالضرورة إذا لم يتعقق يعني فشل طيب يعني يعني أن أنت فريق أنت المرشح الأول كونك المرشح الأول ده القيمة كونك تحرز البطولات ده نتيجة هذه القيمة ونتيجة العمل المخلص والنتيجة المنطقية التي يسعى إليها الآهل إذا كانت هناك معوقات أو أسباب تبحث بشكل موضوعي لا يمثل انتقاص من قدرة الأهل ولا قيمته ولا هبته لأن ده هيؤدي في النهاية إلى إيه إن على طول أنت بتلعب تحت ضغط مش موجود زيه يعني ما فيش على مستوى العالم لو قلت أنت لجراديولا أحسن مدار في العالم تعهد لي بالفوز بكل البطولات يقدر يكتب لك هذا التعهد أنت عارف على ذكر جورديولا يعني إحنا بنلعب بنشتكي من الوضع المضغوط وإنه لازم أن الدور الأفريقي ده ما ينفعش يلعبونا ست مباريات في عشرين يوم جورديولا النهاردة بيقول لك المن سيتي هيلعب أربع ماتشات في 11 يوم ولك ما عنديش حل إلا بالروتيشن أنا مكتوب علي إنه ما بين الدور الإنجليزي ما بين دور الأبطال ما بين كاسر رابطة المحترفين ألعب أربع ماتشات في 11 يوم شوفوا سيد أبراهيم كرة القدم من الهواية إلى الاحتراف ومن الاحتراف إلى أنها صناعة التسويق صناعة لا صناعة الصناعة دلوقتي تحولت إلى تجارة أيوة على قمة الصناعة لما بيت جودة المنتج وإن تستطيع التحقق منه الأرباح تحول وهنا بقى بدأ الدنيا تاخد منح غير آدمي في استغلال الأفراد الأفراد البشر البشر والأندية الأندية تحت رغط مرعب للحفاظ على تاريخها بذات الأندية المجيدة اللي بتنافس الأندية اللي تعود جماهيرها على الفوز في كل أنحاء العالم وقع في هذا المأزق والتجارة دائماً يا أستاذ إبراهيم بتشاور على حاجات خطيرة في الكواليس من ضمنها حاجتين من أخطر ما يمكن بيسيروا هذا النشاط من غير ما حد يحس إيه هما؟ المال الرهان المراهانات وغسيل الأموال لأنك أنت عشان أصبح رياضة مش كرة القدم لأن دا فيه لعبة بسكت اللعيب بيعد أغلى من ميسي وأغلى من أغلى لعيب كرة السلة في أمريكا فيها لعبة مش هتتخيل أرقام والراجب والأمريكا والفوتبول والحاجات دي هذا الأمر العالم كله فطن إليه فعشان يحاول يسيطر على الظاهرة عمل حاجة اسمها إيه اللعب المالي النظيف الشفاف السلامة المالية هذا الأمر الذي يحكم العالم لم يصل إلى مصر مش لم يصل إلى مصر بالمعنى اللائحي لم يصل إلى مصر الثقافي أنت هذه الثقافي برشلونة من 600 قالوا له سقفك في الإنفاق على فريق كرة القدم إمكانياتك بتقول المستندات اللي انت قدمتها 600 كتا السنة اللي فاتت 600 وحاجة 600 حاجة ديقول ما سمحولوش أنه يتعقد ويحافظ على ميسي فبدأ يجيب لفل في اللعبة عارف السقف السنة دي كام حوالي 300 وحاجة النصف فتخيل أنه مضطر مش بس ما يتعقدش أنه قد يضطر يفرط في بعض لعبته لأنه اللعب المالي النظيف بيفرض عليه ألا يضع التزامات على نفسه أكثر مما تتيح له إمكانات اللعب المالي النظيف الحقيقية لليها مصادر واضحة مصادر واضحة يعني إيه؟ ما تعتمدش على التبرعات التبرعات دي أه أنت أثبتها وكل حاجة لكن واضحة إنها ما جاتش التبرعات دي هتعمل إيه؟ إلا إذا كان المتبرع يرى أنه ده دعم يدخله في صلب الميزانية طيب أنا ليه بقولك يا جماعة التخيلية لأنه بعيدا عن الاجتهادات الإعلامية والاجتهادات كلها لأصحابها كل الحق لكنه أنا بتكلم على الفاكتس على الحقائق لأنه لما تظهر الحياة تلاقي الأمر مختلف خالص تلاقي أن الاتحاد أو اللجنة المنظمة لأنه تقريبا البطولة دي للتحاد الأفريقي ما عندوش إشراف مباشر عليها إلا من بعض اللجان زي لجنة الحكام لجنة المنشطات لجنة الانضباط اللجان اللي خاصة بالإدارة النواحة القانونية الإدارة التسويقية والتنظيمية والطبية وكل بقية اللجانة المختصة هي من قبل الفيفا مع الشركة الإيطالية عشان كده أسسوا حاجة اسمها الـ AFL الـ African Football League دي اللجنة المنظمة للبطولة اللي النهاردة تحديدا بعد الظهر عملت اجتماع بالزوم مع وفد النادي الأهلي ترقاسه المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق وكل الأعضاء المسؤولين على اللجانة المختصة في النادي المتداخلين في العملية الكروية ومشاركة الأهلي في الدورة لأفريقي الجديد لما تشوفوا النتائج اللي تم الاستقرار عليها تلاقوا كل الرغي اللي كان الفترة اللي فاتت بعيدة عن الواقع عشان كده بقول لكم هي مسائل تخيلية كان مطلوب من الأهلي ياخد موقف إن الجائزة تخفضت من سبعة إلى اتنين طب هي تخفضت لاتنين بجد طب اتضحك فعلا على الأندية ومش على الأهلي ومش مقصود بها الأهلي إنما الأندية التمانية فتكتشفوا إنه النهاردة لللجنة المنظمة للدور الأفريقي بتختر النادي الأهلي في ختام الاجتماع إنه كل فريق مشارك في الدور الأفريقي من الفرق الأربعة كل فريق هياخد تسعمائة ألف دولار نظير المشاركة فقط الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي كل فريق هياخد مليون وسبعمائة ألف دولار أخرى يحصل الفريق صاحب المركز التاني الوصيف على اتنين مليون وتمنمائة ألف دولار البطل هياخد أربعة مليون دولار يعني ما هياش اتنين ولا اتنين ونص يبقى خمسة تسعمائة في الآخر لو أنت البطل هيخشي لك خمسة تسعمائة إيه اللي حصل في الاجتماع كمان؟ المونس خالد مرتاجي ترأس الاجتماع في مقدمة الموعيد المباريات اللي هتقام ليه الآلة هي لعب العصر؟ وبرضو علشان ما نرجعشي لنفس النظريات التأمر وأنه أكبرون على أن احنا نلعب العصر وأنه علشان مش عارف إيه لا المونس خالد مرتاجي اهتم أن يطلع النادي بيان رسمي يفسر فيه سبب اللعب عصرا لمباريات الآلة في البطولة فقال أن ما تم الاتفاق عليه حرص مرتاجي خلال الاجتماع على مناقشة العديد من النقاط الخاصة بالأمور التنظيمية وفي مقدمتها مواعيد المباريات التي يقام كثير منها عصر وكذلك ازدحام الأجندة الدولية والمحلية بعدة ارتباطات قبل مباراة الزهاب الأولى أمام سنبا التنزاني وكذلك مباراة الدور الثاني البطولة وتفاهم مسؤوله اللجنة مسؤوله الأهلي تفهمه كثيرا من النقاط التي تحفظ عليها رئيس وفد الأهلي في البداية يعني لما طرح متحفظ على عدد من النقاط ثم تفاهم وجهة النظر وأهمها في أسباب إقامة المباراة عصرا وقال أن اللجنة أرجعت ده إلى بعض الحقوق التسوقية وكذلك حقوق البس للقنوات الناقلة للبطولة استعراضة اللجنة كمان كافة اللوائح التنظيمية الدور المنوط بها في التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والاتحادات المحلية حول عدة أمور بينها التأكيد على مشاركة جميع اللعبين مع فرقين في البطولة يعني مين من حقه يلعب الأهلي يلعب البطولة دي باللعبة المقيدة في دور أبطال أفريقيا ولا لا طب ممكن يكون في فريق يشارك في الدور الأفريقي ومش مشارك في دور الأبطال فاللاجنة استقرت على أنه الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الاتحادات المحلية هيعتمد القائمة بتاعة اللعيبة اللي النادي يقدمها يعني سجل اللعيبة من جديد براحته يأخذ عدد كتير براحته في النهاية عنده موعد 10 أكتوبر آخر موعد للقيد تبقى لما يسمح به اتحاده يعني لو اتحادك بيسمح لك بسبعة المحترفين تقدر تجيب سبعة محترفين طيب فضلا عن التنسيق للحضور الجماهيري في الاستادات المحدد إقامة المباراة عليها بالسعة الكاملة ممكن بس نقطة نقطة عشان ننقشها ونخلص منها نقطة اللعبة عصرا هي قصرة على الأهلي عشان نقوليش معنى الأهلي لا إذن هي قالك معظم المباراة تتلعب في التوقيت ده لظروف تسوقين عشان ما تتعارضش مثلا مع ماتشات تسحب منها الضوء فالراعي عايز يلعب في وقت يكون كل الأنظار متاجئة لهذه المباراة إذن ليس الأمر خاصا بالآهلي عشان الأهلي يقوليش معنى اي لو خاصا بالآهلي لازم يقوليش معنى لكن لو خاصة بشكل عام نقدر نتفاهم وإلا الجواز هتيجي من إيه صحيح ما أنا قلت لك الأمر التجاري بيحكم في الآخر الرعاية هتدفع وعلى فكرة أنت ما جانكش حاجة بتقول من الأول يوم رسميا يعني الجايزة سبعة هم عايزين يعملوا إن شاء الله يا ربي كانت فطموحهم كده كانت فطموحهم كده كانت فطموحهم جابوا رعاية لحد وإن الجايزة بتاعت المركز الأول تصل وبعدين عملوا حاجة كويسة جدا إنك بتأخذ على كل مرحلة فلوس يعني مش مستني إنك الأول والتاني ويدي لك مثلا كل بدور بتعديه له فلوس يعني إنته أول ماتش تسعمائة ألف تاني ماتش مليون وكام وسبعمائة وسبعمائة يعني لو وصلت التاني ماتش أنت بتكسب اتنين مليون وستمية اي اتنين مليون ستمية طيب لو أنت في المركز التاني هتاخد اتنين مليون هو ده مليون وسبعمائة اه لا اتنين مليون وثمنمائة اتنين وثمنمائة قول هالي مرحلة مرحلة تسعمائة حكسا بماتش ثم مليون وسبعمائة يبقى اتنين مليون ستمية ها ثم اتنين مليون وثمنمائة غيرهم اي ادي خمسة ومليون ونص ادي خمسة مليون ونص ها والفائز أربعة مليون دولار لا ما انت في حاجة انت في الاول كل نادم الاندية التمانية هياخد تسعمائة الف دولار الاندية اللي هتتأهل للدور قبل النهائي هتاخد مليون وسبعمائة الف دولار مش بالاضافة بقى لا يبقى مليون وسبعمائة اللي هيكمل هياخد الوصيف يعني هيلعب الفاينل لو خد البطولة هياخد اربعة مليون لا تيما الحالة في النص لو كسبت الماتش تاني تاخد اثنين مليون وسبعمائة هي المتأهل اللي قبل النهائي مليون وسبعمائة الف دولار قبل، بعد كده في 2 party . اللي هيروح النهائي، واحد هياخد 4 فالعليين دولار theme1 الي خده في الأول واحد هياخد 2 مليون و800 Soких Plus publics 2.800 وبعدين تبقى 4.900 بالضبط إذن يا جماعة ما يتعلق أول حاجة بجواز البطولة هي وضحت وظهرت مشاركة الأهل في البطولة في حد ذاتها الأهلي أول التمانية الكبار